حل مشكل الجودة على تطبيقك الخاص نابشات اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال تغطي على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة سوف نقوم بالنزول للأسفل لبحث عن تطبيق سنابشات في هذه النافذة الخاصة هنا نضغط على سنابشات ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك يكفي فقط أن تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الشراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع إن آخر